الحكومة في التحرير ومجرى العيون فقد تفقد الدكتور مصطفى مدبوري رئيس الوزراء ميدان التحرير موجها بالانتهاء من أعمال التطوير بالمواعد المقررة في إطار خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية وذلك تزامنا مع اقتراب موعد نقل المميوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفستاط وترميم الأجزاء التالفة من الأرصفة والمشريات الخلسانية بالميدان ووضع مسلة طولها 19 مترا تزين 145 طن بالقاعدة وبها شلال مياه ومن المقرر أن تنتهي خلال شهر فبراير القادم كما تفقد أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة المدابغ وأعمال التطوير بمنطقة سور مجرى العيون